ترأس معالي الشيخ سلمان من خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أعمال الاجتماع الرابع عشر بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي بحضور عدد من كبار المسؤولين بالدول الأعضاء والأمانة العامة نعم افتتح معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الاجتماع بكلمة ترحبية نقل من خلالها تحيات جلالة الملك المفدى وسمول العهد رئيس مجلس الوزراء لجميع المشاركين كما رحب معالي بأصحاب المعالي والسعادة الوزراء ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف بن فلاح الحجرف وجميع الحضور على تلبيتهم الدعوة لعقد اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي حضوريا لأول مرة منذ بدء جائحة فيروس كورونا لافت المعالي إلى أن هذا الاجتماع يأتي استكمالا لمحققته مسيرة العامل الخليجي المشترك من إنجازات ونجاحات بارزة ضمن إطار العلاقات التاريخية الراسخة والروابط الوثيقة التي تجمع بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المجالات كافة بما فيها المجال المالي والاقتصادي مما أسهم في دعم مسارات التنمية ثم أكد معاليه على أهمية مواصلة تعزيز الجهود المشتركة والارتقاء بمنظومة العمل الخليجي التي أضحت أكثر رسوخا بفضل ما يوليه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون من اهتمام لدعم الخطوات الهادفة نحو مسارات التنمية والبناء عليها وقد تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع ذات الأهمية والمتعلقة بتعميق التكامل الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون بالإضافة إلى عدد من المذكرات المرفوعة من الأمانة العامة بشأن عدد من المواضيع ذات البعد المالي والاقتصادي خلال الاجتماع دشن أصحاب المعالي والسعادة أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي النافذة الإلكترونية كما ترأس مع الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي مع لجنة التعاون التجاري وبمشاركة معالي عبد الرحمن الحربي رئيس الفريق التفاوضي إذ رحب معالي الوزير بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء أعضاء لجنة التعاون التجاري في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الذين يشاركون حضوريا أو عن طريق تقنية الاتصال المرئي وذلك للوقوف على آخر مستجدات سير مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول المجلس والدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى كما تقدم معاليه بالتهنئة إلى معالي الأستاذ عبد الرحمة بن أحمد الحربي بمناسبة تعيينه منسقا عاما ورئيسا للفريق التفاوضي لمجلس التعاون لمفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة متمنيا له التوفيق والسداد في مهمه الجديدة كما توجه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بالشكر والتقدير إلى المنسق العام السابق معالي الدكتور حمد البازعي على ما بذله من جهود مخلصة خلال الفترة السابقة